الترى ليو يانكون إلى التخلي عن تربية الجورذانا الصالحة للأكل بعدما منعت الحكومة الصينية للتجارة ببعض الحيوانات الحية التي تعتبر المشتبهة فيها الرئيسية في جائحة كوفيد-19 ليس لدي فكرة عما سأفعله في المستقبل الحكومة قالت إنها ستساعدنا في إيجاد طريقة أخرى لكسب المال لذا ننتظر الآن ننتظر أن تجد لنا الحكومة عملا آخر وبات عشرات الألاف من مربي الجردان والأفاعي وغيرها من الحيوانات النادرة في الصين من دون مصدر دخل منذ حضرة بكين في الربيع الاتجارة بهذه الأنواع البرية واستهلاكها ويكلف هذا المنع البلاد حوالي 250 ألف فرصة عمل وخسار قدرها 11 مليار يوان على صعيد البضاعة غير المباعة على ما أظهر تقرير رسمية الأسبوع الماضي ليس لدي أي مدخول ليس لدي أي عمل ولا أحد يريد توظيفي فعمري فوق الستين وصحتي ضعيفة وجعل الرئيس الصيني شي جينبينغ من القضاء على الفقر أحد أهداف السلطة الرئيسية لكن رغم حلول الصين في المرتبة الثانية اقتصاديا إلا أنها لا تحتل إلا المرتبة الثامنة والستين على صعيد إجمال الناتج الداخلي الفردي بسبب عدد سكانها الهائل بحسب تصنيف البنك الدولي للعام 2019 ترجمة نانسي قنقر